السلام عليكم و مرحبا بكم في القناة الدياري كوزين تيما سوف نقدم لكم الوصفة للتويل بطريقة مبسطة سهلة و ناجحة إن شاء الله عندما تشاهدون في الفيديو سوف أعطيكم جدرق للتويل العادين يكونوا على ذلك الشكل مدور والتويل هي شكل بوديا للغلاس إن شاء الله باش ده بس طيف كندروا لغلاس كندروا بزاف ديال الحويج نقدموهم فيهم ويجي من قدر ديال المزون و المدق أروح و وبغايت نقول لكم قبل ما نجفوا المقادر ديال الفيديو الطريقة وبغايت نقول لكم ما تنسوا الشاركوا معايا في القناة ديالي ضغطوا على ديك الزيل الأحمر ديال الشراك بكي يكون أسفل الفيديو وفعلوا الجرس بشي قد وصلوا بكل جديد إن شاء الله ويجعلوا فائدة للكل وكلنا نسافذوا ومن بعدياتنا إن شاء الله ندرجوا على بركة الله ومقادر سوف نحتاجوا فادليتويل لوز إفيلة 125 جرام ديال لوز إفيلة عندي 80 جرام دي سكر ناعم و 15 جرام ديال دقيقة الحلوية مع قرسة الملح دقيقة خاصة بالحلويات 15 جرام عندي 70 جرام ديال بيض البيض يعني تقريبا جوج بيضة بيض وعندي زبدة مدابة 25 جرام ديال زبدة مدابة نوازات اللي بغي شوف كيف حضرت زبدة نوازات أرجع الفيديو اللي كنت حضرت فيها الى فين وصيرا غير قطارها كاملا كيف حضرت زبدة نوازات كتعتين من داقزوين ورائع في الحلويات من الدوز ودابة جميلة نخلط النواشيف أولا كلها نخلط النواشيف كلها سكر سكر اللوز إفيلة مع الدقيق ديالنا نضيف عليهم أبيض البيض و ندمج المكونات كاملا طريقة سهلة لا تحتاجون انكم تضربوا في اعتمارة بزاف و لا تستطيعون ان يجي صراحة انا صراحة قاعد اكشي اللي ان شاء الله اللي كيخرج في المخبزات بغم نضير معكم في الدار باش ما نحتاجوش مشيو الباتي سيرنش بشي حاجون طيبه في دار ان شاء الله مهم كم قادم المجال للمكونات الكاملة حيث ان ندام جليا مزيان كما تشوفوا بموضح في الفيديو ونغطيها ببلاستيك غدائي ندخلها للتلاجة بمدة ساعة دي المقانة على الاقل خليتها اكثر من مشكل تخليها على الاقل ساعة دي المقانة حتى تجمع عراسة ونطلقها باش نشكلها انا هنا يرا خليتها اكثر من ساعة لاني كان عنتي اشغال قضيتهم ومثالت شليها كيف تشوفوا ما اخسرت ما اشي حاجة دابا غادي مدان نخط فورشيت وغادي مقدار مع القا ونحطها في ورقة الفيديو وغادي مستطها كيف ما كتشوفوا خذ تقليبا مع القا وديرهم متبعدين على هم كيسيحوا يعني ما تحتوش واحدة 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 ديرهم متبعدين فوق لاطا فورشيت ضروري بورقة الفيديو حيث باش ما يلسقوش لنا مبسط في دير هم كيف كيف نحجم كيف نبسط في هم كيف قدر مع القاوة في اللاطة دليلي كاملة حتي انعمرها ومع احترام كن اكد مبسط للانهم اخصهم من متبعدين بايش تبقي الينا هاديك المزاح في نسيحو حتيش هدكوة اللي يسشر ديالوانا يمكن أن يسيحو الفران قم بسط نبسط نبسط في الشوكة نضيف الشوكة لكي يبني أن يزال لا تستحق نبسط في هذا الشكل يكون لدي الفرن سخن على 180 دراجه لننسى اللي ان شاء الله تبساط ديالهم وننتخلهم هم سريعين كتابوا فيه ساح تقريبا كي ياخدوا بزاف ديال الوقت كي ياخدوا تقريبا 10 دقيقة 10 دقيقة حتى 13 دقيقة فرن كيف كتلكم سخن على 180 حتى 190 دراجه ونطلقوا باش نشوفهم ان شاء الله من نخرجهم من الفرن سنحتاجوا من خرجهم من الفرن خاصنا نكونوا في المرحلة سريعين واحد سباتيول اولا شيء ادت باش نحيضوا وهو مول على الشكل هادا اللي ما عندوش المول انا غنوريكم طريقة كيف يديرو بالنسبة الناس اللي ما عندو مش هاد المول ديال اللي تويل غنوريكم طريقة كيف يديرو اليوم باش نضغط عليه اللي يديرو مول ديال اللي تويل انا كنت اضغط عليهم الليك باش نضغط كيف يضغط في القعر ديالو ويصرب نضغط على ملسقه و ملسقه نضغط على ملسقه و ملسقه نضغط على ملسقه و نضغط على ملسقه نضغط على ملسقه سوف نضغط على ملسقه ويتم اضع لفران اضغر بالمهل ومجرد كامل ورقق فران صعب نقوم بسخة سخونة و نجنب منذ قدد لنبدأ من مرات سوف تكسر و نقوم برد لنجبه و نقوم بشكل نهائي نعمرها بالقلاس نقوم بوصفه في القناة و نقوم بوصفه و نضيفه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة السلام عليكم